عسكرة موجودة أخي العزيز حتى القطاعات الجيش صحيح أنها قطاعات رسمية تابعة لجيش الدولة ولكن ما أسباب بقايا داخل كاركوك نطالب بإخلال جميع المدن ومن ضمنها كاركوك قصة من هذه القوات ليست محايدة تنصر في أعلى في أخرى وهذا ما توضحت في الأحداث التي جرت الناس سدوا طرق ووضعوا خيام بوسط شارع عام لعرقلة تنفيذ اتفاق سياسي ومدرج ضمن البرنامج الحكومي والسلطات الأمنية غضط الطرف عنهم وعندما طالبت الناس آخرين بفتح الطريق لقينا تعامل 180 درجة مختلفة عن ذلك صابوا مباشرة طلقاتهم إلى رؤوس وصدور المحتاجين أغلب الذين صابوا والذين قتلوا استشهدوا كانت الطلقات في صدورهم وبروسهم هذه حالة خطيرة نحن على شفاء هاوية لا سمح الله إن أزلقنا فيه يمكن جميعنا لن نخرج منه ويمتأتي إلى فضاءات أكبر ومساحات أكبر ويمكن أن تخرج حتى إلى خارج حدود العراق هذه اللعبة خطيرة يلعبها البعض ويجب قطع الطريق عليهم ونحن نتأمل من السيد محمد الشاعر السوداني الذي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لنا احترام خاص له ولو لا ثقتنا به عند إحداث المشاكل ووضع الغامل الموقوطة في طريق القانون الموازنة لكان للحزب الديمقراطي الكردستاني موقف آخر طيب طيب سادة ولكن أرتعينا أن نعطي له فرصة أخرى ولا نكون سبب أيضا في عمل عوايق لحكومتي